تفوق مش بس يا كابتن هاني تفوق إداري وتنظيمي فقط بل لا كمان النهاردة فيه تفوق كبير ظهر جليا في بطولة الألعاب الأفريقية ده صحيح البطولة الألعاب الأفريقية الأخيرة الحقيقة بتحقق شكل ومدليات كثيرة جدا جدا ومصر بتحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية الحقيقة ب192 مدليا بتتخطى إنجاز نسخة المغرب للنسخة الماضية نجحت طبعا البعثة للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التلاتاشر بالعاصمة الغانية أقرى في إنهاء مشاركتها متوجة ب192 مدليا متنوعة تحتل طبعا بيها المركز الأول ما بين كل الدول المشاركة في المنافسات وحضراتكم عارفين إن البطولة دي أقيمت في الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري وتتويج باللقب القاردي حصد البعثة المصرية على 192 مدليا بواقع 102 مدالية زهبية 47 فضية و43 مدالية برونزية بتؤكد على ريادتها الحقيقة وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب والحصاد الكبير ده كابتن من المدليات بيكون يعني أبطال الفراعنق حطموا إنجاز كان تحقق في النسخة الماضية في دورة الألعاب الأفريقية اللي كانت في المغرب 2019 لما توجد البعثة المصرية ب94 مدالية زهبية مقابل دلوقتي في النسخة اللي احنا فيها 102 مدالية زهبية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الحقيقة إنجاز كبير جدا جدا وزي ما حضراتكم عارفين إن مصر شاركت في النسخة دي من دورة الألعاب الأفريقية 23 ببعثة بتضم 390 فرد ما بين لعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وطبعا الألعاب دي كانت مصرعة زراعين ألعاب قوة الريشة الطائرة كورت السلة سريف سريف ما عرفش عني سري سريف سريف كورت السلة في خمسة خمسة بتولي الملعب ولكن تريد تريدي تبقى نص ملعب هل نعمل كده في الكرة زي الخمازي بصعب يا كابتن لو بتلعب ملعب حريفة بتبقى صعب وطبعا الكرة الطائرة الشاطائية والكرة الطائرة والملاكمة والشطرنج والهوكي وكورت اليد والجودو والكاراتي والسباحة تنس الطورة والتايكوندو والتنس السلاسي ورفع الأسقال المصارعة كورت السرعة الحية تقريبا كل الألعاب الفردية والجماعية كانت وإنجاز كبير الحية الميزة بقى يا كابتن والجميل هنا إن دي جاي قبل الأولمبياد باريس فالنهاردة ده مؤشر كويس إن انت الحمد لله يعني إحنا برضو مش عايزين إيه زي ما بقوله نقاطع بس ده مؤشر يا كابتن إن إحنا يعني رايحين إن شاء الله في التجاهل الصحيح اللي هو طبعا يعني الحدث الرياضي الأكبر في الكرة الأرضية وهو الأولمبياد باريس عشرين وعشرين